رغم الانتشار المستمر لفيروس كورونا القاتل في الصين إلا أن هذه الأخيرة أبهرت العالم بإعلانها عن بناء مستشفى إملاق في مدينة يوهد الصينية في مدة قدرها عشرة أيام فقط وهذا للتكفل والعلاج المصابين بهذا المرض ومما يزيد الإبهار الصيني ليس فقط مدة الإنجاز الغير عادية والغير مسبوقة بل أيضا حجم المستشفى العملاق الذي تنوي بنائه في عشرة أيام فقط حيث أن المستشفى يتوفر على كافة الأجهزة والأجنحة وبسعة ألف سرير نعم ألف سرير طبعا الكثير من المهندسين يتساءلون عن كيف تم بناء هذا المنشأ أو هذا المستشفى في عشرة أيام فقط طبعا التصاميم الجاهزة ليست تقليدا صينيا فقد استخدمت في أماكن أخرى حول العالم واستخدمته وزارة الدفاع الأمريكية لبناء مستشفيات ميدانية للحالات الطارئة والجدير بالذكر أن طلاب العمارة والصحة في جامعة كليمسون يجربون استخدام حاويات الشحن لبناء مستشفيات الاستجابة العاجلة هذا كل ما في الأمر إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إذا أجبت الفيديو لا تنسى دامنا بلايك والاشتراك في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة